الاشتقاق في الماطلاق الاشتقاق هو مطلوب رياضيا وفي الماطلاق لازم نعرف ثلاث أمور أساسية حتى تم عملية الاشتقاق في الماطلاق أولا نحن نعرف أنه كل عملية اشتقاق فعدنا مجموعة المتغيرات في الدالة ففي الماطلاق لازم نعرف للماطلاق أن هذه هي متغيرات نعطي أنه نعلم أن هذه هي عبارة عن متغيرات ففي البداية لازم نعرف للمتغيرات النقطة الثانية أنه نكتب للدالة ونسندها لها متغير واحد النقطة الثالثة أنه نستخدم أمور الاشتقاق في الدف ونشتق لأي شيء نشتق لأكس نشتق لواي أيضا يمكن أن نشتق لرتبة واحدة ورتبتين أو ثلاثة فعلى سبيل المثال أنه نريد أن نشتق أبسط أبسط يعني دالة معينة فعلى سبيل المثال نبدأ بعملية تعريف المتغيرة تستخدم الارتابيوت أو فكشن أو ميذوت سيمس أوكي فالسيمس للأكس عرفناه على أن الأكس هي عبارة عن متغير بعد ذلك راح نكتب الدالة ندلتكن فكشن للأث نكتب لأنه هذه الدالة هي عبارة عن ثلاثة في لازم تراع عملية كتابة الدالة الرياضية ثلاثة في أكس غس مثلا أربعة بهذه الطريقة الآن إحنا عرفناه على أن الأكس هي عبارة عن متغير بعد ذلك كتبناه الدالة وسندان لها إلى أث بعد ذلك راح نستخدم الأمر ديف الأمر ديف هذا الأمر أنه بمجموعة من الأمور أو راح ناخذ أنه في بداية الأمر أريد أن يشتق له بس الأث فأنا الأف لاحظ الأف هي بها متغير واحد فما كدع أنه أقل إشتق ليها بنسبة للأكس أو إشتق ليها بنسبة لألوان فإن قلنا ديف للأكس بعد ذلك راح يطيق النتيجة الاشتقاء وهي 12 أكس تكعب لو على سبيل المثال أنه هذي الدالة الأف ردنا أنه يشتق إلى الرتبة الثانية فأنا هنا إيش فأعطي التفس اشتق لي الأف الرتبة إيش؟ الرتبة الثانية فارزة 2 وبالتالي راح يطيك الرتبة الثانية لاشتقها قد الرتبة الثانية وهكذا فعلى سبيل المثال لو كانت عندنا الدالة فيها أكثر من متغير 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 X و متغير Y و متغير T فأنا أريد أشتق له متغير معين فأنه في بداية الأمر راح عرف المتغيرات سأقول له سمس للأكس فارزة سمس للأكس Y و راح كتب له الدالة و التي تكون الدالة هي D و التي تكون الدالة هي عبارة عن ساين لستة X أوكي زائدًا الكوساين أوكي للأكس Y يعني X في Y لاحظ الآن أنه كيف راح تتم عملية الاشتقاء هذه أوكي عطيناها الدالة بعد ذلك راح نقل له الدف اشتق للدي بالنسبة إيش؟ بالنسبة للأكس أو بالنسبة لل Y اشتق ليها بالنسبة للأكس وبالتالي راح يردق قيمة الاشتقاء بالنسبة للأكس لو اردنا أنه إشتق لّاها مباشرة لاحظ أنا لو أعطي علاج الاشتقاء عن دف الد مباشرة أوكي لكن راح عشتق لك بصورة عامة لا سيشتق بالنسبة للأكس او بالنسبة للأكس هذا كل ما موجود في الاشتقاء لازم تراعي عملية كتابة الدالة الرياضية وأيضا لأي شيء أنت رح تشتق فعلى سبيل المثال لو كان للزمن ديفرينشيال بالنسبة للتي أيضا رح أقل لي ديفرينشيال بالنسبة للدال اللي اشتق ليها بالنسبة للتي أو الأكس أو الواي أو كلها